طبعاً عايز أكلمك عن المحترفين مش هنتكلم على محمد صلاح ولا نتكلم على أنني ممكن خلينا نتكلم على انتقالات موسم مشتعل جداً في أوروبا عايز أعرف قبل نتكلم على محترفين رأيك إيه في الغاية دلوقتي في الترانسفير ماركت بالنسبة لأوروبا كان في مفاجآت بالنسبة لك خروج لاعب، دخول لاعب يعني أنت شايف كمان مين أفضل لأندي الغاية دلوقتي على مستوى الماركت على مستوى قدوم لعبين كبار في الموسم القادم بسم الله أحمد رحيم بالنسبة للمفاجآت ما فيش مفاجآة أكتر من عدم انتقال لمبابي إلى ريال مدريد وبقاءه في باريسان جرمان ده طبعاً كان من نسبة أكتر من 90% كان رايح الريال طبعاً عارفين القصة دي يمكن المفاجآة الوحيدة كل الأمور اتمهد لها يعني هلند كان معروف رايح الستي ليفاند فوسكي كان في الآخر خلاص يعني حتى يمكن الصحف الإنجليزية يمكن الصحف الألمانية صحفة بلد جابت آخر تدريب كان لباري مينخ ومعهم لفاند فوسكي قالك يعني إما الوجوم أو الانتقال إلى البرسا لأنه كان ظهر يعني متجهم في التدريبات لحد طبعاً ما تنقل كلها كانت متمهد لها الصفقة الأبرز فوق نظر طبعاً هلند الستيق واضح جداً أنه يفرق مع الستيق اللي هو أصلاً أوريدي بطل البريميرليج بس هو بصراحة لعب رائع جداً 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 بصراحة من تظري منه كتير هيخلي عنا أكتر كمان عسية لأنه لعب بصراحة بسم الله ما شاء الله يعني حدث على حرج يمكن النادي الأكثر استفادة يمكن برشلونة رغم الأزمات المالية رغم الأزمة المالية يمكن ديتكلم عليها على فكرة نيجل سمان اللي هو مدير فان البريميرج أنا أعزي أعرف ده بيجيبه من الفلوس دون اللي كانوا بيأجروا الملعب للناس اللي تم الأفراح فإزاي جابوا الفلوس دي كلها تعاقدوا مع ليفاندوفيسكي مع كذا حد الأسماء أنا أتكلم بالطبع